السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أبناء الأعزاء مجددا في قناة أستاذتي من إعداد وتقديم الأستاذة مونيا تشيري سوف نمر الآن إلى الحصة الثانية من تحفيظ جدول الضرب سوف أريكم طريقة جد سهلة وبسيطة تمكنكم من حفظ جدول الضرب من 6 إلى 10 نبدأ على بركة اللا بالجدول لأضرب رقم 6 سابعوا معي جيدا 6 في 1 6 في 2 6 في 3 6 في 4 6 في 5 6 في 6 6 في 7 6 في 8 6 في 9 6 في 10 تابعوا معي جيدا الآن سوف أقوم بكتابة جميع الأعداد أكتبها مكررة معادة رقم 2 و 5 أعيد سوف أقوم بكتابة الأعداد من 0 إلى 6 وذلك بأن أكرر جميع الأعداد معادة رقم 2 و 5 إذن سوف أكتب سفر مرة واحدة واحد واحد أكتبه مرتان إتنان أكتبه مرة واحدة ثلاثة أكتبه مرتان أربعة أكتبه أيضا مرتان خمسة أكتبه مرة واحدة ثم ستة أعيد جميع الآد أ Cambridge تستكرر راحظوا معي مع هذا العدد اتنان وخمسة واحد واحد مكتوب مرتان اتنان مرة واحدة ثلاثة ثلاثة مكتوب مرتان أربعة أربعة مرتان خمسة مرة واحدة ستة يمكنني إذا أسمم سوف أكتبها مرتان إذن الأعداد التي لا تتكرر هي رقم اثنان وخمسة ماذا سوف أفعل الآن سوف أضيف بالأربعة زائد أربعة نتبه معي زائد أربعة من الأسفل إلى الأعلى سوف أكتب هنا سفر نتبه معي جيدا سفر زائد أربعة كم يساوي أربعة أربعة زائد أربعة كم تساوي تمانية هذه الثمانية سوف أضيف إليها أربعة تمانية زائد أربعة إثنى عشر سوف أكتب فقط الأحد أكتب إثنان إثنان زائد أربعة كم تساوي ستة ستة زائد أربعة كم تساوي 10 أكتب فقط الأوحد 0 0 زائد 4 كم تساوي 4 4 زائد 4 كم تساوي 8 8 زائد 4 كم تساوي 12 كما قلت أكتب فقط الأوحد 2 2 زائد 4 كم تساوي 6 قمت هنا بالكتابة الأعداد مكررة معادة 2 و 5 ثم هنا أضفت الأربعة من الأسفل إلى الأعلى 0 زائد 4 4 4 زائد 4 8 8 زائد 4 12 أكتب فقط الأوحد 2 2 زائد 4 6 6 زائد 4 10 أكتب الأوحد 0 0 زائد 4 4 4 زائد 4 8 8 8 زائد 4 12 أكتب الأوحد فقط 2 2 زائد 4 6 إذن 6 في 1 6 6 في 2 12 6 في 3 18 6 في 4 24 6 في 5 30 6 في 6 36 36 36 6 في 7 42 6 في 8 48 6 في 9 54 6 في 10 60 7 7 في 4 7 في 2 7 في 3 7 في 4 7 في 5 7 في 6 سبعة في سبعة سبعة في تمانية سبعة في تسعة سبعة في عشر تبهوا معي جيداً سوف أقوم بكتابة الأعداد معادة العدد لقم اثنان وأربعة الذي يجب أن أكرره بمعنى أكتبه مرة أبدأ على بركتي الله سفر واحد اثنان قلنا يتكرر اثنان اثنان ثلاثة أيضاً رقم أربعة يتكرر أربعة أربعة خمسة ستة سبعة قمت بكتابة الأعداد من سفر إلى سبعة العدد اثنان وأربعة أقوم بتكراره أكتبه مرتان ثم بعد ذلك أضيف من الأسفل إلى الأعلى زائد ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة سوف أكتب هنا السفر سفر زائد ثلاثة 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 زائد ثلاثة ستة ستة زائد ثلاثة تسعة تسعة زائد ثلاثة أكتب فقط الأحد 2 2 زائد 3 5 5 زائد 3 8 8 زائد 3 11 وكما سبق قلت أكتب الأحد 1 1 زائد 3 4 4 زائد 3 7 أعيد قمت بكتابة الأعداد بهذا الجانب من 0 إلى 7 قمت بتكرار رقم 2 و 4 0 1 2 2 3 4 4 5 6 7 ثم بهذا الجانب أضفت بال3 كتبت السفر 0 زائد 3 3 3 زائد 3 6 6 زائد 3 9 9 زائد 3 12 10 كتبت فقط لأحد 2 2 زائد 3 5 5 زائد 3 8 8 زائد 3 11 أكتب فقط لأحد 1 1 زائد 3 4 4 زائد 3 7 7 في 1 7 7 في 2 14 7 في 3 21 7 في 4 8 7 في 5 35 7 في 6 42 7 في 7 49 7 في 8 56 7 في 9 63 7 في 10 70 8 8 في 5 8 في 2 8 في 3 8 في 4 8 في 5 8 في 6 ثمانية في سبعة ثمانية في ثمانية ثمانية في تسعة ثمانية في عشر تابعوا معي جيدا أبناء الأعزاء سوف أقوم بكتابة الأرقام من صفر إلى ثمانية فقط رقم أربعة هو الذي سوف أقوم بتكراره سفر أكتبه مرة واحدة واحد اثنان ثلاثة أربعة أكرره مرتين خمسة ستة سبعة تمانية إذن كتبت الأعداد فقط رقم أربعة الذي قمت بتكراره سفر واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية من هنا سوف أضيف بالاثنان زائد اثنان سوف أكتبه سفر سفر زائد اثنان 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 زائد اثنان أربعة أربعة زائد اثنان ستة ستة زائد اثنان تمانية تمانية زائد اثنان أكتب فقط الأحال سفر سفر زائد اثنان 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 زائد اثنان أربعة أربعة زائد اثنان ستة ستة زائد اثنان تمانية أعيد كتبت الأعداد من سفر إلى تمانية فقط رقم أربعة هو الذي قمت بتكراره ثم من هذا الجانب أضفت اثنان من الأسفل إلى الأعلى سفر زائد اثنان اثنان زائد اثنان أربعة ستة ستة زائد اثنان تمانية تمانية زائد اثنان عشرة أكتب فقط الأحال سفر سفر زائد اثنان 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 زائد اثنان أربعة ستة ستة زائد اثنان تمانية إذن 8 في 1 8 8 في 2 16 8 في 3 24 8 في 4 32 8 في 5 40 8 في 6 48 8 في 7 56 8 في 8 64 8 في 9 72 8 في 10 80 الآن نمر إلى جدوى الضرب رقم 9 سوف أكتب 9 في 1 9 في 2 9 في 3 9 في 4 9 في 5 9 في 6 9 في 7 9 في 7 9 في 8 9 في 9 9 في 10 انتبهوا معي أبناء الأعزاء جيدا لأن هذا الجدوى الضرب رقم 9 هو جد سهل وبسيط سوف أقوم هنا بكتابة الأعداد من 0 إلى 9 لاحظوا معي جيدا سوف أقوم بكتابة الأعداد الآن من الأسفل إلى الأعلى سوف أقوم بكتابة الأعداد من 0 إلى 9 من الأعلى إلى الأسفل ثم قمت بإعادة كتابتها من الأسفل إلى الأعلى إذن 9 في 1 9 9 في 2 18 9 في 3 27 9 في 4 36 9 في 5 45 9 في 6 54 9 في 7 63 9 في 8 72 9 في 9 81 9 في 10 90 نمر 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 الآن إلى جدوى الضرب رقم 10 إذن نتبهوا معي أبناء الأعزاء جيدا لرقم 10 لأنه جد سهل وبسيط أبناء الأعزاء جيدا لرقم 10 10 في 1 10 في 2 10 في 3 10 في 4 10 في 5 10 في 5 10 في 6 10 في 7 10 في 8 10 في 9 10 في 10 10 10 في 8 10 في 8 10 في 9 11 في 9 10 في 10 11 في 9 12 13 14 15 15 17 18 17 18 10 20 20 30 الأصفال السفر إذن عشر في واحد عشر عشر في اتنان عشرون عشر في تلاتة تلاتون عشر في أربعة أربعون عشر في خمسة خمسون عشر في ستة ستون عشر في سبعة سبعون عشر في تمانية تمانون عشر في تسعة تسعون عشر في مئة في عشر عفوا مئة أتمنى أبناء الأعزاء أن تكونوا قد تمكنتم من معرفة هذه الطريقة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والإعجاب ومرحبا بجميع أسئلتكم في التعاليق وشكرا لكم